السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك يا صحابي عمي ايه انا احمد شيتو والنهاردة ان شاء الله هوريك كده خطوة بخطوة ازاي تعمل اوب ديت للروبوت اليك. طبعا الروبوت ده كل فترة الشركة بتنزله تحديس او بتنزله اوب ديت. فانا هوريك ان شاء الله خطوة بخطوة ازاي نزلي تحديس الرسمي ده من الموقع الرسمي بتاع الشركة وازاي نعمل اوب ديت لروبوت بكل سهولة. بس كالعادة يعني لو انتم شفت الحلقة واستفدت مني حاجة ما تبخلش عليها بلايك كومنت جميع زيك كده اشترك في القناة ولا انت مش مشترك فعل زر الجرس يالله بيه لاشي بيه اه طب يا جماعة ارجعان طوله بعد الانترو كالعادة نخش اعطوه في موضوع الحلقة. طيب بصوا شابا افتاح عندك كده اي براوزر انا طبعا هسيب لكم اللينك ده في صندوق الوصف او في اول كومنتو مسبت. هو عمت ان يوا ده يعني ده اللينك بتاع الموقع فجبت تخش عالك الدرجل بتاع دامولود بعد كده الك. طبعا انت هنا حسب بقى انت وندوز ولا ماك يعني انت شغال بقابل وكده ولا شغال بوندوز انا طبعا بوندوز هنا. طيب طبعا احدث حاجة موجودة حاليا دلوقتي اللي هو فيرشن اتنين بوينت تلاتة اللي هو موافق تاريخ واحد وتعين خمسة عشرين اربعة وعشرين. هنقول له هنا كده دامولود هيفتحك او هيحولك على الميكروسوفت ستور بتاع الوندوز طبعا. هتنزل البرنامج هو طبعا بميزل بشكل مجاني وصحة الربعة بتاعك او خمسة ميجا بايت يعني. طيب مجرد ما هتفتح البرنامج هنا كده هيبقى من المنظر ده معنا هنا كده. طيب هو هنا هيجي بعد كده يعني اما تفتحه انت اول مرة هيجي لك هنا كده اربعة رسائل فيها زي يس او يعني انت قول له يس 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 اربعة رسائل اقول لهم في يس وخلاص. انا مجدليش بس نين كتفتحت البرنامج ده قبل كده. طيب مجرد ما تفتح هنا كده كل اللي عليك بعدك هتعمل ايه بقى? ان انت هتوصل الروبوت بتاعك هتوصله بيه البي سي او بي الكمبيوتر عن طريق طبعا الكابل اللي جاي مع الروبوت. فانا هوصل الروبوت وارجع لكم تاني. اه طب يا جماعة انا كده خلاص وصلت الك او الروبوت يعني وصلته بيه الكمبيوتر او البي سي عن طريق طبعا الكابل اليو اس بي طيب سي اللي كان جاي معاه. طبعا بعد ما وصلته هتقول له كده هنا هوا هيعمل كده اسكان هو يعني هيبدأ يدور او يشوف انت فعلا موصل الجهاز او لا يعني. طيب هو هنا خلاص هيبدأ يعمل الفكرة كلها بس ان الابديت ده بياخد وقت شوية تقريبا مكم ياخد له مثلا بتاعة التسعة. لو ناخد بنا هو بدأ هنا هو معي اهو سفر علامة واحد في المية فيعني لسه بقى اتنين في المية تتا في المية. فهياخد وقت شوية يعني. فانا بقى دلوقتي بس هواقف تسجيل لحد ما يخلص وارجع لكم عشان بس الفيديو ما يتولش. وطبعا زي ما انتم اخدين بالكو كده الارقام اللي زهرة قدامكم حاليا على الكمبيوتر دي او شاشة الكمبيوتر هي نفس الارقام برضو كل زهرة قدام الشاشة بتاعت دلوقتي. فيعني هي دي اللي موجودة هنا هي اللي هنا يعني. بس زي ما قلت لكم الموضوع هياخد وقت شوية فانا هواقف تسجيل وارجع لكم يعني ايه هو مسلا تسعة وتسعين في المية كده او حاجة. فاستنوني. طيب يا جماعة هو تقريبا خط بتاع مسلا ربع ساعة او عشر دائجة عما خلص. هو طبعا بعد ما خلص هو حتى جايب لك رفع يده كده وفرحان وبصوت يعني. وقال لك انه خلاص وكل حاجة. طبعا هنا يعني يعني زي ما انتم شايفين كده هو خلاص فاصل عادي خالص. انت بقى مكمت يده عادي بشكل طبيعي جدا. انتم تطول عليه هنا كده. طبعا زي ما يعني اوعى خالص انك تفصل اسناء التحديث يعني. ماشيش خالص الكابل منه او تفصل عنه القهربة او اي حاجة خالص. سيبه متوصل بالكمبيوتر لحد ما الابديت يخلص تماما. والحاجة التانية اه اه او السؤال اهم. احنا ليه اصلا بيعمل الابديت ده. انت لو خدت بالك هنا وجيت بسيط على هو بيقول لك ان هو يعني فيه تحديثات منتظم التموكن بتنزلها ليه وكده. ده هيساعدك هيخلي لك الروبوت المفهود ان هو اسكى يعني يقول له هو سمارتر واسكى واقصر يعني خبرة ويعني امتع وكده يعني. فهو هي الشركة بتقول لك يعني ايه طول الوقت احنا يعني هنبعت او تحديثات ليه الروبوت. هنخلي الروبوت ده يعني موجود بشكل افضل او يشتغل معك بشكل افضل وشكل اسكى وكده. فانت يا كده كده مش خسر حاجة. تحديث مجاني ورسمي من الشركة يعني. فبس يعني فده السبب اللي احنا عشانه بالنزل يعني. وبس كده يا شباب كان عادة يعني لو استفدت مني حاجة ما تبخش على بلايك كومنت جيميز ازاك كده اشترك في القناة وانت مش مشترك فقط ازار الجرس ولو عندك ايه سبسار سميه طبعا فيه كومنتات نحو نتواصل مع بعض. وبس كده يا شباب.